اللقطتين اللي أنا يمكن عايز أتكلم معاكو فيهم أو ملاحظتي النهاردة يعني حاجتين حلوين قوي حاجة منهم هي الأنشطة المشتركة اللي اتعاملت ما بين وزارة التربية والتعليم وما بين وزارة الثقافة أكتر من 1050 نشاط تقريبا على أكتر من 850 مدرسة عايزك بعد إذنك كده يعني حتى ساعة في الفواصل كلام من ده عايزك تكتب الخبر على جوجل وتقعد تتفرج على الصور وتشوف فرحة 47 ألف طالب شاركوا فيها حلوة قوي برافو عليك شاتشوتي اللي تتفرج على صور التلامزة والتلميزات أو التلميزات والتلامزة شوف أنت عاوز تقولها إزاي بقى تفرج إزاي التلامزة دول قاعدين متفاعلين مع هذه الأنشطة المشتركة أو النشاط المشترك اللي تعمل ما بين تربية والتعليم وما بين الثقافة وإزاي هم فرحنين وإزاي هم مقبلين على ده ده معناه إنه إدي الولاد الأنشطة وتفرج العائلة هتبقى عاملة إزاي كان قبل كده ناس متصورة ويمكن ناس كتير كانت متصورة إنه الولاد مش هيبقوا متفاعلين مش هيبقوا مقبلين هيتعاملوا مع القصة يعني كده وخلاص ومش هيبقوا بالعكس وأنا أتمنى أتمنى إنه هذا التعاون المشترك ما بين الوزارتين يفضل مكمل وفاعل ويشمل عدد مدارس أكتر ويشمل عدد طلاب أكتر لحد ما نوفي الواحد وعشرين مليون تلميذ وتلميذة في مصر اعتبروا كلنا إحنا هنا كالمجتمع نعتبر إنه ده النموذج الأولي يا سلام سلم نموذج الأولي بتاعنا على 47 ألف طالب يلا بينا نكمل تيجي تقولي ده العدد بالملايين هقول لكم ماله في النهاية خالص هو نشاط مشترك ما بين وزارتين داخل المدارس داخل قصور الثقافة ندخل معاهم وزارة الشباب والرياضة فيبقى جوه مراكز الشباب والرياضة المختلفة في عموم الجمهورية حقيقي لازم تشوف وشوش الولاد فيه صورة أنا لفت اتنظري جدا اتنين تلامزة أولاد كانوا لابسين حتى أمصان لبني الفرحة اللي في عينين العيال واللي ابتسامة اللي مالية الوشوشو وحطين إيدهم على كتاف بعض كده وقاعدين عملين بتفرجوا وفرحانين حاجة حلوة وهنتكلم على القصة دي طب اللقطة التانية الرئيس في كشف هي الصورة اللي أنا بحبها جدا 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 جزعيال عينيهم بتنطأ شقاوة وبتنطأ بمصرية هذا المجتمع عينين المصريين مليانة طيبة مليانة حب مليانة فرحة في أحلك الظروف تلاقي العيل فرحان بتخيل العيل بريئة اللطيفة الظريفة دي شوف فرحانين نزا بص الأولاد الوقفية